بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء السابقين والمسؤولين وعلى أنغام السلام الجمهوري استقبلت مكتبة مصر الجديدة العامة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق في الصالون الشهري للكاتبة والشاعرة فاطمة نعود وجاء عنوانه هذه المرة الهوية والوطن رحبت الشاعرة برئيس وزراء مصر الأسبق ثم طلبت منه أن يتحدث إلى جمهور الصالون حول أهمية الهوية المصرية وتماسك المجتمع المحاضرة دي هي محاضرة أنا أعتبرها محاضرة ثقافية أو محاضرة عامة فيها مفاهيم دون الدخول في التفاصيل وزي ما بيعملوا في الشرايط كده أو السيديهات مثلا عمر الدياب والحاجة يبقى فيه عشرين أغنية فيختار عنوان أغنية ويحطوا عنوان للسيديه فأنا فيها أتكلم من ضمن ما أتكلم عن الحلم ودي كلمة المفتاح بالنسبة لي في حياتي أنه الحلم هو اللي بيحرقنا زي ما هنشوف أول حاجة من ضمن الحاجات اللي أنا باهتم بيها أوي بعض الأصدقاء بسميه أصدقاء المحاضرات منهم التروس إحنا في حياتنا كلها أنا بسميها تروس الحياة حياتنا كلها بنتحرك من خلال هذه التروس التروس الأول هو ترس الحلم ثم ترس العمل ثم ترس النتيجة فأي شيء حوالينا هو ابتدى بحلم ثم عمل ثم نحصل على النتيجة السعادة بتيجي من أربع هرمون بيفرزوا مع بعض في مخ الإنسان امتلاك الأشياء أو تحقيق الأهداف يعني أنا عايزة أعمل كتاب وأنجزة كتاب أشعر بسعادة نتيجة فيفرز هرمون معين وطبعا سمى الأربع هرمونات بش هازتدخلكوا في تفاصيل هرمون ده هرمون سعادة مؤقتة ده في تحقيق الأحلام لما بعمل رياضة وبحرق رياضة وبجري واوا مش عارفة كذا بيحصل بعد شوية الهرمون التاني هو هرمون سعادة آخر يفرز برضو بيديني سعادة مؤقتة فهذا الهرمونين فيه هرمون منهم صدقوا أو لا تصدقوا هو الهرمون الذي يفرز عندما تساعد الآخر بلا مقابل عندما تؤدي خدمة للآخر وده اللي بيفسر أن الناس لما بيبقوا مليونير بقى وملياردير واواوا ويغتني جدا يبتدي يعمل شاريتي يبتدي يساعد الآخرين هو مش بس بيعمل كده لأنه طيب هو طيب بالفعل ولكن لأن هذا الهرمون هرمون سعادة مساعدة الآخر يفرز داخله فتكتمل بيه السعادة أما الهرمون الرابع فهو اللي بيحصل نتيجة التلامس الحضن والشيك هانس والمسكة واللمسة الإيد مش لازم بين حبيب وحبيبة بين أي اتنين بين أخه وأخت بين صديق وصديق بين أمه وابنها بين حبيب وحبيبة إلى آخره التلامس الإنساني هو اللي بيفرز الهرمون الرابع عشان نقدر نواجه تحديات الداخل وأيضا الخارج يجب أن يكون الداخل قوي الداخل قوي يكون بالتناغم بالتجانس بين الناس تمام؟ مش شرط نكون كلنا متطابقين ولكن إن إحنا نبقى متفاهمين يبقى فيه اختلاف ولكن مفيش خلاف تمام؟ طيب عشان تعمل ده لازم تكون هناك هوية واحدة جامعة للناس كلها بمختلف بقى أيديولوجياتهم، مختلف دياناتهم، مختلف الجنس بتاعهم، رجل مرأة، مسلم مسيحي، مركسي، رأس مالي، وطفر دي كلها موجودة، الاختلافات موجودة ولكن أهم حاجة إزاي يحصل تناغم بينهم؟ لما تكون هناك هوية واحدة، يعني هوية جامعة، تجمعهم كلهم، هذه الهوية الوطنية الآخر وأهمية عي الإنسان وإيمانه بالاختلاف والتنوع أخذ مساحة كبيرة من حديث الدكتور شرف الذي أكد على أن تماسك المجتمعات يبدأ من الداخل وأن من يريد أن يهدد الأمن القومي لأي دولة يبحث عن زعزعة الداخل أولا وهو ما يصعب أن يحدث في دولة بحجم مصر التي مر عليها الكثير من هذه الألعاب قبل ذلك يعني إيه كلمة وطن؟ الجملة دي كانت محور حديث دكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبك اللي تكلم فيها النهاردة حوالين الوطن والهوية الوطنية وأهمية الهوية الوطنية علشان نحفز على الأمن القومي كمان دكتور عصام شرف تكلم حوالين المواطنة والاختلاف وأهمية استعاب وفهم الآخر من مكتبة مصر الجديدة